موسيقى نتابع سنة 24 في كل مكان تحية طيبة حياكم الله وأسعد أوقاتكم بكل خير الحوار يتصل مع السيدة الإمام الصادق المهدي نحاول في هذه الحلقة أن نجمل ما تناولناه في الحلقات الماضية في بعض مسائل وأن نتناول مسائل جديدة متعلقة بقضاء المرأة والقرآن الكريم والعصر ونحاول أن نصل إلى نهايات متعلقة بالدرس القرآني أي مستقبل الدرس القرآني وتناول القرآن الكريم وتأويله تابعونا موسيقى 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 مرحبا بكم من جديد سيد الإمام مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة مارك الله فيك درس القرآني وقضية المرأة تساءل البعض أين في تعملاتكم للقرآن الكريم قراءاتكم للقرآن الكريم ولديكم أيضا اجتهادات في بعض الكتب التي كتبتموها متعلقة بقضية المرأة مكانة المرأة في القرآن الكريم بين الاستلاب الحداث الجديد وبين الماضوية التي جعلتها يعني رهينة المجتمعات التقليدية وقيمها بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بقصة الخلق الحديث فيه رواية عن أن حوة خلقت من ضلع آدم الأعوج وأنها لا تقوم وإلا انكسرت وهذا يتناقض مع القرآن القرآن يتحدث عن هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فإذن نحن محتاجون أن نصحح هذا الموضوع بالنسبة لقصة الخلق لأن القصة التي روها من حديث في رأيي تؤسس لدنيا المرأة المسألة التانية وهي أيضا من أحاديث كثيرة فيها مزيد من التأسيس لدنيا المرأة وهي أن حواء هي التي أغوت آدم وأن خطأ ما حدث ينسب لحواء ولذلك عند بني إسرائيل الحيض حيض المرأة هو عقاب لها عقاب لها على أنها أخرجت آدم من الجنة هذه إسرائيليات لا صلة لها بمفهوم نحن كمسلمين وعصى آدم ربه فغوى فعندنا إما أن الخطأ نسب لآدم أو نسب لهما معا ولكن لم ينسب في نصوصنا المقدسة لحواء وحدها كما فعل الإسرائيليون أنا في رأيي هذه الخلفية تؤسس لدنيا المرأة وهي غير صحيحة بالنسبة لهذه النصوص الإسلامية النصوص الإسلامية الصحيحة أنا بيّنت أشياء متعلقة بنصف الشهادة ومسألة القوامة ومسألة تعدد الزوجات وهذه المسائل كلها والميراث وأوضحت تماما أن مسألة نصف الشهادة ليست دائما في كل شيء في أشياء هي عندها الشهادة الأولى ونصف الشهادة فيما يتعلق بالأمور المالية التي قد تغيب عنها فمعللة بغياب الوعي بالمسائل المالية عنها ولكن هذا ليس مطلقا وعلى أي حال الشهادة للعدول رجالا أو نساء كذلك في موضوع الميراث الميراث ما مربوط بالنوع ذكورة وأنوسة فقط الميراث مربوط بتكاليف اجتماعية عند ما تتساوى التكاليف الاجتماعية مثلا الأب والأم يرثون أو يرثان السدس بالتساوي وهناك دراسة أنا بيّنتها كيف أن هناك ظروف ترس المرأة أكثر من الرجل يعني لا ينطلق أو لا ينطبق الفهم الذي يريد من هذه الأحكام أن يستنتج دونية المرأة كذلك في مسائل القوامة القوامة مربوطة برئاسة في البيت وهي على أي حال حسب التفسير الصحيح في رأيه تتعلق بقيام الرجل بواجباته نحو المرأة وهكذا أنا أعتقد الآية التي تبين بصورة واضحة المساواة الإيمانية والإنسانية بين الرجل والمرأة هي قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضهم أولياء بعض فهنا النص متعلق بهذه الولاية المشتركة بعضهم أولياء بعض وفي رأي الحديث النبوي الذي يعني يبرز هذا المعنى النساء الشقائق الرجال بمعنى بمعنى أن الطرفين الرجل والمرأة يمثلان شقا من الإنسانية هو الشق المذكر وهي الشق المؤنس وكلاهما يمثلان الإنسان الإنسان ولذلك أنا أعتقد من الناحية الإيمانية ومن الناحية الإنسانية المساواة تامة بين الرجل والمرأة لكن لا شك أبدا أن هناك اختلاف في الوظائف لأن نفس عملية التوالد تتطلب هذا الخلاف في الوظائف وهذا الخلاف في الوظائف هو خلاف تكامل ولا ينبغي أن يتأسس عليه تفاضل ومن هذا المنطلق أنا أعتقد أننا محتاجون لصحوة في فهم هذه الأمور المتعلقة بالدين وأصلا الدين يفتح مجال واسع جدا للتعامل مع النصوص ليس بحرفيتها ولكن هناك مجالات كما أوضحت سابقا لأن يكون هناك عطاء إنساني الحكمة عطاء إنساني العقل والعقل المطلوب أن يدخل في فهم هذه الأمور التدبر وأنت ذكرت أيضا الإلهام لكن يعني أنا قصدي في مجالات لعطاء إنساني لا نقف عند حد النصوص كما هي وإنما نتجاوز والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا برأيك هذا الذي تأسس حول قضية المرأة أسس لنصوص جديدة قائمة على مسألة الحديث وأنت عزيتها للإسرائيليات وغيره برأيك كيف غزت هذه الأمور الثقافة الإسلامية ثقافة الاختلاف بين الرجل والمرأة ليس في صورة جسمانية أو جسدية أو وظيفية إنما في صورة اجتماعية وثقافية التراث السامي كله قبل الإسلام فيه ذكورية التراث السامي كله فيه ذكورية وهذه الذكورية أوضح ما تكون في التراث العبري إذن هناك خلفية قبل الإسلام وطبعا قبل الإسلام ما في شك المجتمع والذهنية المجتمعية في ذلك الزمن تتعامل مع المرأة باعتبارها أما باعتبارها ملك للرجل باعتبارها يعني شيء دون المستوى الإنساني المطلوب ولذلك كانوا يئدون النساء أو البنات ولذلك كانوا أيضا يمتلكونهم ويتوارثونهم ويتوارثونهم وهكذا يمتلكونهن ويتوارثونهن الذهنية دي مع أن الإسلام جاء بمعاني جديدة ظلت موجودة وظهرت في كثير من اجتهادات الفقهاء أي إنسان يعتقد أن الفقهاء والمفسدين كانوا بعيدين من بيئتهم الإجتماعية خاطئ البيئة الإجتماعية أثرت والدليل على هذا أن هناك مذاهب كل مذهب تأثر ببيئته فمثلا ما في شك المذهب المالكي أكثر محافظة بالنسبة للمرأة من المذهب الحنفي وهكذا يعني المذاهب تأثرت ولذلك يجب أن نعترف بأن البيئة الإجتماعية والبيئة الفكرية والبيئة الثقافية المحيطة بالمتهدين والمفسرين أثرت كثيرا في ما استنتجوا نحن بيئتنا الآن مختلفة ولذلك يجب أن لا نعتبر الاستمتاجات التي أتتنا من فقهاء علماء ومخلصون وكل هذا صحيح ولكن هم بعيدون تماما عن بيئتنا التي نعيشها الآن نحن نعيش بيئة مختلفة من كل النواحي فكريا وثقافيا وهذه أيضا سوف تنعكس على فهمنا للنصوص النصوص واحدها لا تنطق كما قال الإمام علي لا تنطق لكن ينطق بها الرجال ينطقون بها بالصور التي هم يتأثرون يتأثرون بعلمهم بثقافتهم ببيئتهم ولكن في النهاية المهم أن نجتهد وحتى إذا أخطانا في اجتهادنا لكل مبتهد النصيب عشان كده نقول التعامل مع هذه الأمور لا يقف عند حد النصوص يتجاوز النصوص الاجتهاد الاجتهاد حتما سيتأثر بالبيئة والثقافة وهذا جزء لا يتجزى زي ما برضو قال الإمام علي الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم فهذا التأثر موجود وإنكار للفطرة وللواقع الاجتماعي لكن قد يقول بعض أنكم سيد الإمام تجعلون العصر أصلا للنص وتردونه إليه بينما النطلوب هو هداية العصر اعتبارا وانطلاقا من النص تا كلام عبدة النص الحقيقة فيه عبارة مهمة جدا قال ابن القيم ابن القيم ودا كلام يأيده ابن عقيل ويأيده ابن تيمية هؤلاء 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 مع أنهم هم ينتمون للمذهب الحنبلي هم من أكثر حملة فكر ديني مستنير جدا لأنه ابن القيم قال الواجب على الفقه أن يدرك أن يدرك الواجب اجتهادا مشتقليدا وأن يحيط بالواقع ويزاوج بينهما لأن الواقع سيؤثر حتما على كل إنسان عشان كده هم هذه المدرسة صارت تتحدث عن أن لا نقيد أنفسنا بالنصوص وحدها لا يجب أن نأخذ المقاصد مثلا زي ما قال في هذا النص يعني كل ما تحقق به العدل من شرع الله وإن لم يكن فيه نص وهكذا المدرسة دي المدرسة ابن عجيل وابن القيم وابن تيمية فيها أفكار إصلاحية دينية أساسية لأنها تتحدث عن المقاصد وتتجاوز النصوص بالمقاصد وقاله كلام واضح جدا أنه كيف بدون المقاصد كان ممكن لعثمان رضي الله عنه أن يحرق نصوص ويوحد نص واحد ما فعل الرسول ذلك وكيف عمر رضي الله عنه أقام الدواوين وأسقط سهم المؤلف قلوبهم وهكذا يعني الخلفاء الراشدون استطاعوا أنهم يتعاملوا مع النصوص بإعمال المقاصد لذلك تجاوزوا هذه النصوص ليصنعوا لنا تجربة مهمة جدا مفيدة فيما تعلق بهذه المقاصد لولا ما فعل عثمان رضي الله عنه في اللجنة اللي كونة وهذه اللجنة جمعت النصوص الموجودة عند الصحابة وهذه اللجنة وحدت النص وأحرق النصوص القرآن صحيح من إرادة الله إننا نحن نزلنا ذكره وإنا له الحافظون ولكن المهم في هذا الموضوع أنه عمل شيئا لم يفعله الرسول ولا يوجد أي نص به ولكنه اجتهاد كان اجتهادا صائبا وهذا موجود في أشياء كثير جدا في الإسلام عشان كده نحن ما بنقول زي ما بيقولوا أنه نحن دايرين نجعل الأصل هو العصر لا نحن بنقول أنه الأصل هو النص نعم ولكن يفهم اجتهادا وهو لما نفهم اجتهادا بدلق فيه مجال كبير جدا للتدبر وللحكمة عشان كده بنفهم بالصورة فيها التدبر والحكمة والمقاصد ثم نراعي الواقع ونزاوج بينهما دا أنا في رأي النص من عند ابن القيم من أفضل ما قيل في التعامل مع الجدلية الأصل والعصر سيد الإمام يتحدث البعض عن كون بعض الاجتهادات في قضايا المرأة تتجاوزاً صراحةً كالحديث عن مسألة الخلق أو فيما يتعلق بمسألة الميراث فيما يتعلق بمسألة في مسائل دقيقة كمسألة اضربوهن مثلاً يتثير الكثير من المشاكل فيما يتعلق بالنظر الأصولية الثابت عليها والنظر الأخرى التي بموجب هذا النص مثلاً واضربوهن تطعن في النص القرآني نفسه باعتباره نصاً ذكورياً وكذا شوف يا ابني نمسك مسألة اضربوهن اللي هي بعض الناس يتعامل معها كأنها واجب ديني نعم أولاً الضرب ده وارد في حالة النشوز وما كله خلاف نشوز النشوز نوع معين من العصيان ولذلك الكلام عن الضرب في كل صغيرة وكبيرة أصلاً خطأ لأنه هو مربوط بالنشوز النشوز ده عصيان عصيان يعني نوع من الهدار للواجب ثانياً نفس النص بيتحدث عن أنه فبعثه حكماً من أهله وحكماً من أهله إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما يعني في آلية تانية هي آلية التحكيم طيب إحنا في الإسلام عندنا في القرآن عندنا مصوص واضحة جداً فيها آيات محكمات وأخر متشابهات والذي أنزل عليك القرآن منه آيات ومحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات نحن كمتدبرين للقرآن ما هي الآيات المحكمة وما هي الآيات المتشابهة السؤال دا مهم جداً لأنه مثلاً في آيات تتحدث عن أن الإنسان مسير وأخرى تتحدث عن أن الإنسان مخير مقاصد الإسلام تقول بأن الإنسان يجب أن يراعي مكارم الأخلاق إنما بعثت لأكمل لأتمم مكارم الأخلاق إذن مكارم الأخلاق من مقاصد الشريعة الآيات التي تتناسب مع المحافظة على مكارم الأخلاق هي المحكمة والتي لا تتوافق معها هي المتشابهة فإذن آيات حرية الإختيار هي التي تتناسب مع مكارم الأخلاق لأنه بغير ذلك يصير الإنسان ممكن يفعل أي عمل يعمله وينسب هذا إلىنا ربنا أراد اعتمادا على الجبر نعم طيب مقاصد الشريعة في الزواج تقوم على مازح ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون يتفكرون في ماذا يتفكرون في أن هذا هذه العلاقة تقوم على المودة والرحمة ما الذي يتماشى مع المودة والرحمة هل هو الضرب أم التحكيم التحكيم هو الذي يتماشى معه ولذلك أنا دائما أقول أنه نعم النص موجود ولكن النص المحكم هو الذي يتناسق معه يتماشى معه المقاصد للزواج والمقاصد للزواج يعني واضح تماما أنه مثلا كثير جدا من النساء إذا ضرب هن الإنسان يطلبنا الطلاق طوالي ويطلبنا يعني بيبقى مفاصلة بينهم لأنه ده في الحقيقة بيكسر بيكسر علاقة المودة والرحمة عشان كده أنا بقول أنه التحكيم أولى أن يكون هو أساس التعامل عندما ينشأ خلاف وليس الضرب وعلى أي حال الضرب نفسه للأسف كثير من الرجال يطبقونه على أساس نوع من الرخصة يفعل بها ما يشاء يلطم يعني لو شفنا هذا في المسلسلات ولا في أي أقل خلاف يلطم أنا أعتقد في الطبيعة الذي يعني طبعا ربنا الخلق عليها الرجل أو الذكر أقوى بدنا من المرأة وده بيجعل مسؤولية أكبر عشان ما يستخدم هذه القوة في حسم المشاكل لأنه ده بيحصل فعشان كده التربية الإسلامية حقها تكون أن الرجل يعني يمسك يده عن أن يطبق هذا الضرب مش بس للمرأة للمرأة أو للطفل ولكل العناصر المستضعفة الإنسان يجب أن يراعي أنه زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما دخل العنف في شيء إلا شانه يتعلم الرجال الكلام بدل ما كل واحد شاير عصاته وصوته وحزامه يعني ويعتبر نفسه بيطبق الشريعة حقيقة هو يتجاوز هذا لأنه المسائل المقيدة بمفاهيم معينة زي ما ذكرت وللأسف الشديد الرجال نفسهم يعني كثير منهم في رأيي يعني يعتبرون هذا المرأة تواجب ديني والقسوة عليها كذلك واجب ديني نأخذ السنة هي السنة مش بس أقوال محمد صلى الله عليه وسلم أيضا قدوته محمد ضرب خديجة محمد ضرب عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذه أولئي النساء بصورة حتى لما اختلفوا معه بصورة فيها درجة عالية من الحضارة والرقة واللطف دي سنة عملية الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع خديجة رضي الله عنها لما احتار و يعني لم يفهم الوحي في الأول لجأ إليها هي وسمع رأيها هي واستفاد من رأيها هي وكذلك لما حصلت أكبر فتنة بين المسلمين أكبر فتنة بين المسلمين اللي هي لما عمل صلحة الحديبية وفي صلحة الحديبية هو عمل اتفاق فيه مرونة كثير من الصحابة بقيادة عمر رضي الله عنه رفضوا هذا الاتفاق وهو لجأ كانت معه زوجه السيدة أم سلمة ذكر لها هذا الكلام فهي يعني اقترحت له رأيا حل المشكلة قالت له ما معناه ضحهم أمام الأمر الواقع أذبح وأحلق هم أمام أنهم يتمردوا عمليا امتثلوا وكلامه عن السيدة عائشة ودوره يعني ما في أي منظر أصلا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أنه رفع يده وضرب زوجة من زوجاته أو بنت من بناته طيب القدوة المحمدية هي دي أنك تتعامل بهذه الطريقة ودي هي في رأيي لأنه برضو طبق حكاية حكم من أهله وحكم من أهلها في بعض الخلافات التي حصلت المهم نقتدي بأنه رسول صلى الله عليه وسلم في هذا السلوك ولا نقتدي بغيره من الذين نعم في بعض الصحابة كانوا يعني زي يقولوا فلان دا لا يضع العصى من عاتقه فيما صحيح من كان يسلك هذا السلوك ولكن نحن لنا أسوى بالقرآن نفسه اللي بيضع خيار آخر غير الضرب وأسوى بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يضرب زوجة من زوجاته إذن هو الرفق برفق نحن نأخذ فاصل ونجرعين سيدة الإمام مشاهدين الكرام فاصل ونواصل هذا الحوار تابعونا مشاهدين الكرام مرحب بكم من جديد الحوار يتصل مع السيدة الإمام الصادق المهدي سيدة الإمام مرحب بك تحدثنا عن بعض المسائل كنا توقفنا عن مسألة الضرب دعنا ندل مباشرة إلى مسألة المساواة تامة كيف يمكن أن نفهمها وأنت قد تخط خطوة عملية وسياسية في هذا الاتجاه حسبها البعض أنها خطوة هي منعتقة من تراثنا الثقافي والمعرفي طبعا هذا غير صحيح أنا حاكيت لك عن القرآن والمؤمنون والمؤمنات تحدثنا عن النساء الشقائق الرجال تحدثنا عن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة وهذا ديننا وتراثنا مش استنتاجات الفقهاء المتخلفين لكن على أي حال أنا ما بتحدث عن حاجة اسمها مساواة تامة الرجل والمرأة مختلفان في أشياء لكنه بس أنا بقول اختلاف تكامل وعلى هذا الأساس يعني لا ننطلق من الدين لنؤسس لدونية المرأة هذا الشيء الذي أنا أتحدث عنه والآن في موضوع مهم جدا جدا العالم الذي نعيش فيه الآن بيموجب سورة الاتصالات وسورة المواصلات وسورة المعلومات صار متداخل جدا لا أحد يستطيع الآن أن يقيم حول بلاده حائط ويعيش في داخل هذا الحائط العالم منفتح على بعضه بشكل كبير جدا العالم المعاصر فيه معاملات للمرأة واضحة في الإعلام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الطفل فيه الآن معاهدات كثيرة نحن جزء منها ومرتبطون بها لا نستطيع أن نتصرف كأنها غير موجودة وقبلناها اختياراً ونحن مطالبون بطبيق العهود التي التزمنا بها ولكن المهم في الموضوع هذا هو أن العالم صار يتعامل مع المرأة بصورة فيها مساواة إنسانية ومساواة إيمانية صحيح هم في بعض الأشياء متجاوزون لأنهم يعني يعترفون بالشزوز ويقبلون الشزوز ولكن كل المسائل المتعلقة بالشزوز والمتناقضة مع الفطرة نحن ضدها وما عندنا ما في شيء يلزمنا بها ولكن المساواة الإيمانية والمساواة الإنسانية ضرورية لأنه إذا ما فعلنا هذا إحنا بناتنا ونساءنا منفتحات على العالم يعني إحنا دلوقت يمكن ربع السودانين صاروا خارج السودان وما عاد الموضوع زي ما رواية طيب صالح الإنجليزي الأسود عندنا دلوقت الأمريكي الأسود والهولندي الأسود والسويسري الأسود والألماني الأسود يعني عندنا وجودها الآن في كل يعني أنا قاعد أقول أنا ممكن أعمل ليلة سياسية في كل عواصم العالم سودانين ده معنى أنه عندنا وجود في الخارج الوجود في الخارج ده بيتعامل مع المرأة بطريقة معينة للأسف الشديد المرأة السودانية المغتربة والمرأة السودانية المثقفة إذا وجدت أن دينها يضطهدها دي فتنة والفتنة أشد من القتل لأن هذا معناها سيجذب لخارج الدين لأنه إذا هي سمعت كلام الفقهاء المنكفيين وهم في الحقيقة يعني يأسسوا لذكوريتهم بمفاهيم موجودة في النصوص لكن بشكل انتقائي يأخذوها ويتكلموا عنها في رأيه نحن إذا ندفع بالمرأة الحديثة والمرأة الحضرية خارج الدين وده من أخطر الأشياء وأن الآن نحن لأنه موجودة هذه الأشياء فعلا في تيار قوي جدا جدا وسط المرأة المتعلمة والمرأة المقتربة فيه نوع من التمرد لأنها هي تريد أن تتعامل أو تعامل بدرجة عالية من الاحترام الإنساني هذا حق طبيعي نعم ولذلك نحن للأسف الآن بالذهنية المنكفئة ندفع فتنة نسانا اللا يتعلمنا والإنفتحنا على العالم للخروج من الدين وده من أخطر الأشياء أننا نحن إذا في عندنا مسوّغات في الدين وأسس في الدين تسمح لنا تسمح لنا بموجب هذه الأسس أن نتعامل مع المرأة في المساواة الإنسانية والمساواة الإيمانية أني لا أضيع عامل عامل منكم من ذكر أو أنسى المعاني دي إذا موجود له أساس الواجب عشان نكفي الباب هذه الفتنة أن نؤكد لهن أن دينهن يحترمهن يحترم إنسانيتهن ويحترم إيمانهن وأنه نعم موجود اختلاف التعامل بين الرجل والمرأة لكن لا يتأسس على هذا دونية للمرأة إذا لم نفعل ذلك في رأيي نعرض نساءنا وبناتنا المتعلمات والحضريات والمغتربات إلى فتنة كبيرة لأن العالم الذي نعيش فيه فيه هذه المعاني وهذه المعاني الآن صارت تمثل الشرعية الدولية الشرعية الدولية لأننا كلنا أعطاء في الأمم المتحدة ونقبل الميثاق الأمم المتحدة عشان كده أنا بقول إحنا محتاجون ضرورة أن نبحث عن الكيفية من نصوصنا التي تسمح لنا بأن نزيل أي نوع من أنواع دونية المرأة نعم من القضايا التي تثار مؤخرا قضية في هذه الأوساط التي ذكرتها أنت يعني هي قضية الحجاب مثلا قضايا النشطة في هذا المجال يا ابني في أشياء وهو يعد من مسائل القهر تجاه المرأة وكل نعم في أشياء كثيرة جدا هو في الحقيقة منظر المرأة والرجل والرجل الإحتشام هذا المطلوب كلمة حجاب دي أصلها ما في القرآن مرتبطة بالمرأة دي مرتبطة بنساء الرسول أن يكون بينهم وبين الصحابة حجاب حاجز حاجز ما لديه الدخل بالنقاب ولا لديه الدخل بالأشياء اللي دلوقتي بتطبق أنا في رأيي الزي الإسلامي للرجل وللمرأة هو الاحتشام أن لا يكون الملبس فيه ما يكون لا يشف ولا يصف يعني لا تشوف من خلاله ولا يصف ما تحته أنا في رأيي نحن إذن نتحدث ينبغي أن نتحدث لا عن الحجاب نتحدث عن الاحتشام وعموما هذه المسائل حقيقة ما ممكن تفرض بالقانون هذه الأشياء تربية وأخلاق وثقافة ولكن في النهاية أنا أعتقد نحن نحن محتاجون للرجل وللمرأة أن نتحدث عن ضرورة الاحتشام لأنه دلوقتي في بعض أبنانا برضو بيلبس ملابس ما محتشمة فيها ما يشف وما يصف فالمهم بالنسبة لكل لأنه فكرة أنه المرأة وحدها أيوة الرجل برضو يغري النساء يعني حصل أنه أمير المؤمنين عمر غطاب وده قصة مشهورة في التراث لما كان ماشي وسمع واحدة بتقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج يعني أغواها نصر بن حجاج دهية فهو رسل نصر بن حجاج ده يشوفه مين لقى نصر بن حجاج ده حاجة جميلة جدا جدا وفاتن وعنده لمة كده جميلة وإيه مش عارب قام حلقة لمة بتاعته افتكر أنها ممكن تساعد لقاه بالعمة بدون المة أجمل كمان ولذلك نفاهه هنا ده برضو من مسائل السياسة الشرعية ما في نصوص هو شعر بالنساء أيضا يمكن منظر الرجل يغريهن ودي فتنة برضو زي ما يعني للطرفين لا في الآن كل الجميلات والجميلين لا أنا بس داير أقول أنا داير أقول أنه المشكلة ده قائمة للطرفين والمطلوبة لاحتشام لكن طبعا هو الإنسان ما معقول يبقى كأنه هو زي التور خدت له الحمر بس خدت له الخرق الحمراء يجي هاجم لا الإنسان عنده أخلاق بتعصمه يعني زي ما قال واحد في حكاية دي بذاتة بتاعت اللي بسموها المتمنع دي سيعصمها مما تمنت صلاتها أو حان لها في دينها وقيامه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكر يعني العبادة والأخلاق هي العاصم مش الملابس هي العاصم للإنسان في تصرفاته فزي ما قال دا برضو إنه سيعصمها مما تمنت صلاتها أو حان لها في دينها وقيامه لكن ما في شك يعني الصحيح أنه الإنسان الرجل ممكن يكون سوف تغريه المرأة والرجل والمرأة سوف يغريها الرجل العاصم في جميع الحالات الأخلاق والعبادة والالتزام دا لكن بالإضافة للاحتشام ولكن صحيح يعني الرجل أضعف في هذه المسألة ليه؟ لأنه هو المبادر دايما ثقافة وحتى غير ثقافة يعني فطرة إحنا لما نشوف مثلا التوالد الحيوان المنوي هو اللي بيمشي على على البيضة مشى البيضة اللي هي بتجعله يعني المبادرة عند الرجل ولذلك صحيح هو محتاج لأن يعني يكون أكثر مراعاة فالفطرة بتجعل الرجل عنده زمام المبادرة والثقافة كذلك يعني جعلت هذا الأمر طبيعي ويعني عشان كده بيقى كتير جدا من الأشعار تؤكد هذا المعنى وتخلي كتير من الرجال يعني يستغيثون ليت الذي خلق العيون السودة جعل القلوب الخافقات حديدة يعني نسأل الله يعني حتى لا تتأثر أي عشان وهكذا وما في شك إذن يعني في هذا المعنى ولكن أساسا العلاقة بين الرجل والمرأة لازم تؤسس على مكارم الأخلاق لازم تؤسس على أن الناس لأنه إذا المسألة فقط قامت على المسائل المادية والحسية يعني المرأة تكون مكمكمة مثلا الخيال بيخلي الإنسان يشوفه تحت الخيال نفسه بيخلي الإنسان يعني يبقى عنده حق باستطلاع لهذا المخلوق المكمكم يعني المهم الأخلاق لأنه الإنسان يعني من شد إذا فيه رغبة الرغبة بتصهر الإنسان في 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 تصرفات وبتجيه في النوم في الأحلام ولذلك المهم في الموضوع ده كله أنه نعم ضروري الإحتشام وكمان ضروري أنه نحن نتجنب الكلمات التي توحي الملغومة يعني مثلا يتكلموا ناس يقول لك الإختلاط ما في حاجة اسمها الإختلاط الإختلاط ده كأنه الناس بيشتبكوا كده كلمة إختلاط ملغومة الكلمة الصحيحة نقول معية أو تعارف يا أيها ناس إنا خلقناكم من ذكرين وأنسا واجعلناكم شعوبا وقبائل اللي تعارفوا ذكروا وأنسا تعارفوا ده التعارف أو نسمي المعية لكن ما نسمي الإختلاط لأن الإختلاط ده معناها الحابل بالنابل ده فهم في رأينا ملغوم وهكذا إحنا لاجم نطهر اللغة ذاته من العبارات الموحية بتصرفات لا أخلاقية نعم ونحن مشين في نهاية هذه السلسلة سيد الإمام حول الدرس القرآني ومستقبل الدرس القرآني حتى يعالج هذه القضايا بمرونة أكثر إذا قضية المرأة قضية الذكر والأنسا معا في وجودهما الآن والزمني مناهج الحديثة كثيرة تتناول النص القرآني والمناهج الأصولية أيضا كثيرة لكن في الأول الأخيرة أصبح النص القرآني والذي يؤسس للمواقف الراديكالية ويؤسس للمواقف العنف ومواقف التوحش أولا ليس صحيحا أن آية السيف ناسخة لكل الآيات التسامحية وحقيقة أن آية السيف نفسها هي تسبق آية أربعة بعدها آية ستة فيهما اختلاف مع نص ومفهوم آية السيف كما فهمه بعض المفسرين يعني ففيها في الآية الرابعة أنه يستمر العهد بين من عهدنا من المشركين إلى غايته والآية السادسة تتحدث عن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره وهكذا وواضح تماما أن هناك يعني مجال كبير جدا لفهم أن الدين يجعل القتال في حقيقة أمره مربوط بالعدوان أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ولا عدوان إلا على الظالمين وهكذا فبعض الناس انتقائيا ينطلقوا من هذه الآية وينطلقوا أيضا من حديث شريف يبيح هذا الربط ما بين الدين والعنف وعثت بين يدي الساعة بالسيف ليعبض الله وحده ولا شريكا وجئتكم غازيا الكلام ده الكلام ده ما صحيح أولا لأنه يتناقض مع الواقع بين يدي الساعة أين الساعة ثانيا لأنه يتناقض مع النص القرآني لا إكرهها في الدين وهكذا يعني والاعتراف بالآخر الديني والكلام على أنه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ثم أنه هذا النهج على افتراض أنه صحيح يتناقض مع الواقع الحالي نحن المسلمين الآن في قوتهم الحسية أضعف من المسلمين في مكة قبل الهجرة وأثناء تلك الفترة كانت توجيه الرباني أن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة نحن في عالم الآن تكنولوجيا وعسكريا الأضعف ما معقول نحن في هذا الظرف نقوم نستفز الآخرين نستفز الآخرين بالوجوء للقوة بالعكس نحن اليوم كمسلمين هم الآخرون اللي مفروض يعني ينزعج من توسع الإسلام تمدد الإسلام لأن الإسلام اليوم أكبر قوة ثقافية في العالم وهو أكثر كسبا وهو الأكثر تمددا يعني الإسلام في أضعف حالات المسلمين تمدد في أفريقيا جنوب الصحراء في أضعف حالات المسلمين تمدد في جنوب شرق آسيا الإسلام متمدد بقوة المعنوية والذاتية والعناية فمش بالسيف لما نقول نتكلم عن السيف نحن بالسيف الآن الأضعف وللأسف حروبنا كلها الموجودة حاليا معتمدة على ما نستورد من سلاح الآخرين يبيعون السلاح عشان نقتل بعضنا بعضا يبيعون السلاح عشان نقتل بعضنا بعضا أنا بأعتقد أنه نحن يجب أن نراهم تماما على السلم والعلاقات السلمية الإسلام عنده القرآن عنده قوة أن يتمدد سلميا مش عسكريا وفي الحقيقة الحقيقة أنصفنا أحد كبار المستشرقين توماس أرنولد اللي كتب عن الدعوة الإسلامية وقال الإسلام ما تمدد بالسيف السيف كان صراع بين الدول ولكن حتى الدول التي فتحها المسلمون لأسباب سياسية ظلت أغلبيتهم لمدة طويلة غير مسلمة أسلموا مع الزمن وهكذا المهم في الموضوع الذين يربطون ما بين الإسلام والعنف ويعتقدون أننا يجب أن نفعل ذلك في رأيي يسيئون إساءة كبيرة جدا للإسلام ويضعفونه أمام الصراع الموجود في العالم الآن نحن في الإسلام يجب أن نكون فقه القتال في الإسلام يقوم على أساس واضح القتال مبرر الوحيد مش الاختلاف في الملة مبرر الوحيد العدوان نعم وخلاف في الملة لا يتطلب القتال نعم سيد الإمام عرفنا أنكم تعكفون الاشتغال على السنة النبوية ما دور السنة النبوية في فهم الدرس القرآني تنزيلا أو تأويلا أنا قريبت مئات الكتب عن السيرة واستنتجت أن كثير من الكتاب السيرة يوظفون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للدفاع عن مفاهيم دينية معينة وبيقى عندنا حقيقة شخصية الرسول التي رسمها فقهاء أو مفسرون متأثرون بزمانهم أو بأفكارهم وهذا مختلف تماما عن الشخصية وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم التاريخية ولذلك صار عندي اهتمام كبير جدا أن أنقي هذه الشخصية التاريخية من ما ألقي عليها من صفات وظفت لمفاهيم معينة لبعض المفسرين وبعض الفقهاء سيطلع في شكل كتاب سيطلع في شكل كتاب وأنا مسميه عنوانه محمد رسول الإنسانية لأنه إذا لم يكن هو رسول الإنسانية كما ينبغي في رأيه إذن دعوة ما عالمية إذن تكون دعوة لقومه ولكن هو دعوة ما لقومه للناس فإذن ما دامت دعوة للناس والإسلام الدين أممي لازم نتحدث عن الإنسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم كرسول الإنسانية مهم في زمنه وفي زمننا هو رسول لزمننا أيضا لأن زماننا هذا تجربة إنسانية عشان كده أنا بتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية هذا بيجعل رسالته عندها معنا في التاريخ واليوم وفي المستقبل سيد الإمام سعدنا جدا بالحوار معك شكرا جزيلا الله عفو برك الله فيك مشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة وهذه السلسلة التي كانت مع السيد الإمام الصادق المهدي حتى الملتقى في أمان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة